أهم النصائح الطبية للحفاظ على العمود الفقري والرقبة وتخفيف الأعباء عليهم والوقاية من المشاكل المتعددة اللي ممكن تصبهم مراقبة راحة الجسم أثناء النوم وأثناء الجلوس اللي لازم فيه القدمين تلامس الأرض والمحافظة على استقامة العمود الفقري وتجنب إمالة العنق لوقت طويل مع وضع الشاشة والملفات على بعد ذراع من الشخص العامل وتنظيم بيئة العمل بحيث يتناسب مع الجسم والمهام المطلوبة مع الحرص على تغيير وضعية الجسم بشكل متكرر والعمل على السيطرة على التوتر والضغوط ومن أهم النصائح رفع الأوزان بطريقة صحيحة بالاعتماد على استخدام الساقين في الارتكاز لحمل الوزن بدلا من فني الظهر واتباع نظام غزاء صحي متنوع المصادر الغنية بالفيتامينات والبروتينات والكالسيوم مع شرب كمية مناسبة من المياه كل يوم وطبعاً الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي أهلاً بكم الفيديو ده في منتقى الأهمية والخطورة والموضوع النهاردة بقى بجد مهمة أوي أنا من الناس اللي لا تحب الجيم أحب الرياضة أحب كرة القدم أحب لما ألعب الرياضة بتاعها تلعب كرة أحب السلة أحب تنسي طاولة الأقل شوية الرياضات الحركية أنا مؤمن بأن الرياضة هي حركة مش مؤمن خالص إن الرياضة إن أنا روح ليه يجمي فيه جرائم لا تعد ولا تحصل أولاً اللي أعنا شوفنا ده كله هواء كله دول هواء مش محترفين في عاجة في مشكلة نفسية اسمت بضي ديسمورفيك صندرون العائل دي لأنه مش يقدر أقول لهم شباب صغير بلاد صغيرين عندهم مشكلة لازم يروح لدكتور نفسي ومسألة تفاقمت وعايزين يعملوا عضلات مش عارفين يعملوا أزاي خدوا أمينو شوية وفي بعضهم بيعمل حاجة أسوأ من الأمينو وأسوأ من الهرمونات وأسوأ من الدكادرابولين وأسوأ من الإنسولين وأسوأ من كل الكوارس دي يحقنوا العضلة يحقنوا حوالين العضلة زيوت معينة يدي شكل حجم للعضلة كبير ليه هو رفيع سغنم كده وعمل دراع كبير قوي كده وعمل حقن بقى دهون حطة دهون جسمه شايل الدهون دي 24 ساعة وماشي به 24 ساعة معرض لانزلاق غضروفي أكيد ده غير بقى الخراريج والالتهابات وغالبا الحيطة دي ممكن تتعرض إلى غرغرينة وفرصة شيل عضلة وبتر وليلة وممكن فشل كلوي ويفقد حياته بس انزلاق غضروفي ده هيبقى كومن جدا الفترات اللي جاية كم واحد في الجامع عنده انزلاق غضروفي دلوقتي لا لا عنده بس ما بانش لسه الأعراض أو بانت بس مش بالشكل العنيف أنا أعرف ناس عندهم تلاتينات وعوائل الاربعينات ظهرهم مفيش مفيش فقرة مفيش غضروف سليم نهارده حوار مسير جدا مع واحد من قمم عالم جراحة المخ والأعصاب وأكيد هسمع عنه لأنه هو بقى عنده زي بقوله كواليس الكرسة الأستاذ الدكتور قيمة الميل كبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هودي أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري الأستاذ بكلية الطب أسرعني جماعة القاهرة أهلا بك أستاذنا وشرف كبير مننا دائما أهلا بك دكتور قيمة زيك ربنا أخليك أنت تمتلك الكواليس عندك أنت بيجيولك بقى حقيقة كبات يعني كبات دا ما بيقدرش كواليس محزنة جدا كواليس محزنة جدا على فكرة يعني إحنا بنشوفهم فهيئتين يعني الهيئة الأولى تلاقي شاب صغير بجاي معه مامته ومعه باباه بيشتكي ده ظهره بيوجعه مش عارف يمشي دا ما بيعرفش يقف دا ما بيعرفش يزاكر طالب أخي برحالك تحاول تمشي تعرف الهيستر بتاع أصلا عادتا السن الصغير كان سن دايما ما بيبقاش فيه مشاكل في العمود الفقري ولا في الغضريف ولا لسه شال ولا لسه اشتغل ولا لسه عمل أي حاجة طب إيه اللي خليه كده تيجي تدور تلاقي دايما الكلمة المخفية في الموضوع أصلا كان بيروح يتمرن وكان بيروح جم وشال شي لا تقيلة ووطة وبتاع حس بطاقة في ظهره أو ما حسش طاقة من بعدها وظهره تعب تيجي بقى تدور عن موضوع بقى طب تعالى الحبيب كنت بتروح الجم بتعمليه دايما الجم زي ما حراكي بتقول هو لياقة بدنية فتنس الجم ممكن يروحوا لولاد يروحوا البنات يروحوا الكبار في السن يروحوا الصغيرين في السن وفيه رياضات بدنية جدا اللي بتستخدم لتنشيط الدورة الدمائية والماشي يقناش يجري السباحة يقناش يجري على ثريب نيل يقوم يحصل المشكلة والكارسة هنتعرف يا فندم يعني هقول لك بيحصل في جم الكارسة أنا شفتها بعيني في بعض الناس اللي بتروح في جم تقريبا عندهم مشكلة نفسية عندهم مش بجد أنا بكلم جد طبعا مشكلة نفسية لازم يتعلم عن دكتور نفساني أنا منتظ صراحة يعني فتلاقي واحد مبتدئ في وسطيهم جديد بيعملوا فيه حركة بيخلوا يتمرن معهم يعني يروحوا مدخلينه في وسطيهم عشان يتمرن فيخلوا يشيل الأسقال اللي هما بيشلوها عشان يحرجوه بيبدأ عشان بيعملوا عليها حركة ده مرض نفسي ده مرض شوينج لا لا وبعدنا نخلي بالك بقى يعني فيه عندنا برضو الرياضة حلوة وحاجة كويسة ويريد كل ناس تعمل الرياضة بس المنظر اللي هو اللي هو إن أنا شوه نفسي ومماشي بعضلة واسمي نفسها بعضلة وبرعبة وبكتاف لا ويطلع 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 حد يقول على نفسه إنه هو صحفي ولا محرر ولا عنده خبرة ولا عنده ثقافة ويطلع النوعية دي كأنه هو نجم أيوة ويساجل معاه ويقولك مش عارف جريدة إيه ده الشزوز ويتعمل له قناة مخصوصة على اليوتيوب لا لا ده بيسوره معاول وينزلوا خبر أيوة ده نجم بيبقى دكتور مكسر الدنيا ولا مهندس ولا حد يسمع عنه حاجة ولا حد عرف عنه اللقاء خالص ولو حيعمله مع فلان اللي بيشيل التوك توك آه وهو أساساً هو أي حد يشيل التوك توك توك طب هقول لحدك أنا حاجة بقى إنت متخيل إن العضلة بالحجم ده بعد ما تحقنت الهرمونات وكلاجن والكز لا ده بحينه زيت وبيحينه زيت ده يعني العضلة ما كبرتشي وبيحينه زيت حواليه عارف ده بيعمل ضمور بقى في العضلة أيوة أنا عارف ده بيقول فيه ناس منهم ما تقدر ترفع كوبات الشاي دية آآ أصل بيقولي بشوفهم آآ سواء في إيديه أو في خاده أو في دهره مش قادر يمشي بيجر رأيه وهو متخيل النسك ده قوي الناس عارفك ده ده أي حد ما عد يجنبه عارف إن ده مش قوي ولا حد لا هو منظر وحط لك عشرين سلسلة في رقبتي وماشي ومنفوق كده وتا خنسوتي وتا خنسوتي آآ القصة بسا دكتور عيمل آآ خلاص لغة العقول بقى بتتلغي يعني انت بتتكلمش مش بتخاطب عقول انت بتخاطب لغة أجساد بقى ومين ضخمه اللي بيجرم يعني بيجرمي ده راجل جميل جدا راجل رياضي لا بيجرمي ما عندوش عضلة صناعية ما عندوش حق نفح لا ده ده تدرب بالتنغيب وعشان كده وصل إلى قمة آآ يعني هو هو راجل اللي بيجرمي ده بلديات يعني راجل جميل كده بس ده رياضي وعندو رياضي وبيجري على يعني اكيد بيجري ده تكتير رياضي بحترف ده رياضة تعالى بقى نشوف بقى الجزء المظلم في الموضوع انا بروح عامل رياضة بشيل كتير آآ تواجعت ضهري لا ده نزل واجع على رجلية ده رقابتي ده انا مش عارف ارفع رقابتي ده نكتافي متشنجة يجيلي والله بيبقى عامل كده رقابته دخل فيه كده عامل زي سلحيفة كده وتيجي تحرق رقابته الرقابة فيها استفنس جامل جدا متيقبسها طب انت بتعمل ايه اصلي اصلا انا كنت في الجم وشيلته وتخبطت في رقابتي اصلا انا كنت بشد مش عارف ايه وسقطت على ضهري بالاضافة بقى هذا الشاب الجميل جدا قاعد طوله النهار يقيم على الموبايل متني كده تاني رقابته وتاني ضهره آآ قاعد على كرسي قاعد غلط معوج شمال معوج يمين بيتنطط كتير وبتاع المهم جاهل العيان المريض هو امراض العمود الفقري كانت مشهورة في السن الصغير لا امراض العمود الفقري كانت مشهورة دايما بالسن الكبير اللي هو ستين خمسة وستين سبعين سنة مع الشغل الكتير والشقة الكتير والبهدلة الكتير اصابات بقى وشغل الرجل في وظيفته او العامل في مصنعه كان فيه شغل مجهود عشان كده ده بنسميه تآكل في الغداريف استهلاكية يعني انا بستهلك الغداريف زي ما بركب كويتشة جديدة في العربية وبعد مع الوقت مع كيلو مترات كل ما ده بتتآكل طيب هو الموضوع في الصغير ده الغداريف بيبقى سليم جدا بس الغداريف بيفرقح بينفجر طيب الاصعب من ده ايه بقى ده الفقرة بتتكسر يعني دايما لما بيجي لعاية صغيرة او بنوتة صغيرة شاب كده اقصد يعني صغير انا بيقى صعبانة عليا ما هو مقد عيال يعني انت انت عملت حاجة غلط لما نيجي نبص بقى على الموضوع وتيجي تعمل اشعات تعمل اشعات رانين ودايما دولة انا بحب عملهم رانين وعملهم مقطعية سليستلة بعد تكتشف ان الفقرة مكسورة يعني ما بيجيش غدروب في غدروب بس لان طبيعة الغدروب بتاعهم قوي جدا الغدروب بيبقى قوي بس انت كسرته عافية الغدروب بتاعهم لما بيتخلع بيبقى صعب انه يرجع مكانه الاصابات بتاعتهم تيجي في الرقبة مع تانية الرقبة مع السواقة بقى انت عارف الايتم التاني بقى بتاع سباقات العربيات والغرز اللي بياخدوها الشباب الكبار بيبقى كبير رسائق بيبقى عائل وجنون حمامات السباحة اللي بيوقت في حمامات السباحة واللي بيركب السكيتنج بورد واللي بيركب اللي مش عارف ايه الزحلقات دي كلها شباب الجري اللي كانوا بيجروه ع الساحل وطريق العالمين ومسكندرية وحوادث كل يوم انت كل يوم كنت بتقابل الحوادث يعني في الشباب الصغار ده نسبة الاصابات من الحوادث سواء كسور سواء تجمعات دموية سواء قطع في الحبل الشوكي حاجات مأساوية والنتاج بتاعتها الحقيقة بتبقى يعني حاجات زعل لا وفيه لازم لازم نشوف لنا حل في موضوع انه الشباب يشرب بيشرب مخدرات ده لازم نشوف حل حلول قوية هم دلوقتي بيعملوا تحليلات على الطرق السريعة بتاع بس الحقيقة ما هيش منتشرة بالشكل اللي ممكن تقدر تمنع بيها لازم يكون في ردع لانه الموضوع يبقى في منتال خطورة في المستقبل وده بيحصل هم أولا بيقزوا نفسهم جدا وبيقزوا الناس تانيين جدا يمكن تبقى انت رجل ماشي انت رجل كويس جدا وبتسوق بالراحة أو واقف مستني مواصلاتك اللي بتاع تلقى واحد داخل عليك شايلك طب ما كل يوم بنشوف الكلام ده كل الهبل اللي احنا فيه نهارده ده كارسة المخدرات هي اللي بتعمل ده مخدرات بتأثر فتخليه عنده عدم توازن فتلاقيه يجي في حمام سباحة وهو بيحتفل أو بتاع وهو خد له الزحلاء أو نزل على ظهره وينزل وغلا ينزل برأسه ويخبط في قاع البول أو حاجة ويتخبط يقول الكسر في الرقبة اللي بينط حتى في الترعة بينط ديب بكده ينزل زي ما بيقوله كده زرع بصل كده يتاك رقبته تتقتم على طوق ده حقيقة وإصابات بقى تيجي في الأعصاب تيجي في الحبل الشوكي تيجي في الزلقات غضروفية يعني هو موضوع اللي احنا بيقوله عنه النهاردة ده هنقوله أنه هو موضوع توعية أكتر وجرز انذار أكتر لأن الشباب في السنة ده بالعكس هم السر والقومية الحقيقية للمجتمع يعني أي مجتمع عشان تقيس قوته هي بشبابه بس يكون شباب أنا لما يبقى الشباب بتاعه مغيب مش فاهم بيعمل حاجات غلط ومش فاهم بيتمنظر بيجري تشوفهم مهنا جنبينا في شيء زياد بالعربيات بيم ولا اللي بركبه بموتسيكلات طيارات يا جماعة في حاجة غلط يعني إحنا نفسنا بس والله يعني لازم الواحد برضو يقول الدولة بتعمل حاجات يعني في الطرق بيناسبة الشيخ زايد بدأوا عملوا تقويم للطرق وعملوا البطبات عشان تقلل حواكي في طريق بس أنت ما حطتشي أصل وصل ما فيش حد في الدنيا بيمشي بدون رقيب عشان تبقى أنت عارف أنت لازم تحط الرقيب بالزبط ولازم تفعل قلية العقاب يعني مش عشان بقى أنك أنت محدش يعرفك وبتجري بتقطع الدنيا جري بالعربيات ما ينفعش ما يبقاش عشان أصلا أنت فلان ولا ابن فلان ولا تقدر تخلص القضية من تحت لتحت الكلام ده يعني بتروح فيه أرواح بتروح فيه أرواح إحنا النهاردة لازم يكون كمان الأهل خايفين على ابنهم لأنه في ثانية ممكن يتشل مش الإصابة في ثانية ده في ثانية وبيجي بقى بعد كده تفرق بقى على الجانب الآخر بقى يجي بقى الناس بتعيط وزعلانة وحزينة حقهم هيزعل وعايز يهد الدنيا طب كنت تتعب شوية وشوف ابنك اللي بيقف عن موتسيكل بيعمل أكروباط وترزع ونزل وجات عربية ده ستفقيدة أنت جيت حاسب مين وعايز القصاص لابنك والقصاص ده إحنا الناس ما في التقتص منه يعني أنت بتأذي المجتمع وبتأذي نفسك وبتأذي أسرتك وأهلك يعني واخد ده الولاد النهاردة بقوا محتاجين تقويم جامد جدا الموضوع في الآخر بينصب عنده أسرة بتبقى يعني بتعاني من هذا الابن وهيعيش العمر كله بمشكلة يعني جالوا إصابة في الحبل الشوك في رقابته أو زي اللي كان بيشيل وتخبط فيه الدق في رقابته ده طب ما ده يجي نشارة رباعية هيعطوا العمر على كرسي بعجل وجهاز تنفسه وأنا بيب في هنا وأنا بيب هنا وفي شق حنجري بيدخل في مقاسي والأهل حقيقة يعني يسعبوا عليك جدا لما تشوف الكلام ده كل اللي نزرق الغضروف في السن الصغير موجود إحنا زمان ما كناش بنشوفه لا دلوقتي بنشوفه بنشوفه من سن كان من 15 سنة وانت طالع السن ده كان زمان محمي محمي لإن الغضروف قوي جدا لسه جديد محمي لإن العظم بتاعهم ما كانش حصل فيه التكلس الزيادة العظم برضو كنت تخبطه في حتة طريق عارف زي بالزبط لما كانوا بيشابوها كده بالإيه بالجري نستك العصايا الخضرة والعصايا لما تنشفها العصايا الخضرة بتتنيها أو الجريدة الخضرة ديا بتتنيها وتشكلها عادي مش هتروحوا تيجي معاك لكن لما العظم ده بيتكلس مع السن يبقى يكسر أسهل طيب معظم الناس بقى لما بنيجي نشوفه نعمل أشعاعات طلع عنده زحزحة فقرية وكسر في الفقرة معظمه بيقى الفقرة اللي احنا هنشوفها في الفيديو ده بقى بزاك آخر فقرة في العمود الفقري أو الفقرة الأولى القطنية دايما يأمل أول واحدة في القطنية واغتبالك اللي هي ما بين الاثناشر والقولها القطنية أو اللي هي الخامسة مع العجزية الأولى طيب ما ينفعش هنا في واحد صغير انك مجرد تقول طيب احنا هندخل هنشيل بس حتة الغدور في الخارجة برا أبدا انت عايشت طول العمر مريض بالعمود الفقري ده لازم هنا بندخل وبنعمل حاجة اسمها تثبيت والتثبيت هنا لازم نثبت بالمعدن ده الموجود ده ديت بنسمعها مصامير وقضبان من التايتينيان بيسموها دعمات أو توصب بالبلد شراح ومصامير وساعات لازم نركب عظم صناعي كمان موجود جوه بحيث ان يخلي العظم ده يلتقم في بعضه بقدر حركة عشان يمسك لان ده واحد في مقتبل حياته لسه هيشتغل ولسه بيكون حياة ووظيفة وأسرة وعمل ولازم يجري ويشتغل ويروح ويسافر وييجي موضوع مخلص ان هو بس هنقوله بقى يلبس حزام ونام ده مهم جدا ما ينفعش وندخل بقى في ايه لا ده الفقرة الاولانية من فوق وتتكسر الفقرة الاولانية لسبب غريب جدا ان هي المنطقة الصدرية سابتة بالقفص الصدري مع الانحناء الجامدة بيوطي وبينط بقى من حتة عالية كده وخاصة فيه الرياضات زي القفز بيعملوها كده من على الصور ومن على البيوت وحاجات جديدة كده غريبة جدا يعني فيه رياضة غريبة جدا مش رياضة حاجة كده المخاطر اللي هو متحد المخاطر ما اعرفش ده متحد الاعاقة دولة بينط نطة كده بينطوا من أفوار العمود الفقري التنى اتكسرت اتطبقت الفقرة الاول تضغط على الحبل الشوكي يجينا بقى اصابة كسر الألم اشتكي بقى طول عمره بألم وقاعد ياخد مسكنات ونمشي من عنده دكتور اللي هين يخلي باله في السن الصغير مش كل الدكاترة بتطلب بأبحاث وفحوصات لان هم يبقوا مستبعدين وخاصة لهم مش متخصص أول لا ده مزق ده شوية برد اصلا في المروحة اصلا تكييف ضرب في ظهره اصلا كان عرقان عندك مبررات كتير جدا لاستحقية لتفسير الألم لكن الموضوع الحقيقي اننا عندي مشكلة المشكلة هي اما حصل انزلاق في الغدروف اما حصل تمزق في الأربطة اما حصل كسر في الفقرة اما حصل تزحصه في الفقرة طيب في السن الصغير يوجد كمان مشكلة بتظهر في العمود الفقري اللي هي بتبقى جوة الحبل الشوكي وخارج الحبل الشوكي بنسميها تكييوسات الحبل الشوكي اللي بنسميها سرينجو مايليا اللي هو مية جوة الحبل الشوكي اتساع في القناة الشوكية تبدأ القناة الشوكية اللي هي ديئة جدا ارفع من انبوبة القلم الجاف دي تبدأ تدخن 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 وتضغط هي توسع فالحبل الشوكي نفسه المادة بتاع الحبل الشوكي تتمدد من حواليها وتطفعص في العظم لان انا العمود الفقري في الاخرى هو تركيبته عظم اغطبال حراك التمدد ده ممكن يبقى ناتج عن وجود اورام في نوع من الاورام مشهورة انها بتعمل التكاييسات دي ابن دايموما يعني زي كده زي ابن دايموما بيعملوا كده بيعملوا تكاييس جوه الحبل الشوكي وتمدد في الحبل الشوكي وتلاقي قطعة كده جاية في الرقبة في المنطقة الصدرية دا نوع من انواع الاورام بس دا ورام كان لطيف جد دا ورام حميد دا دا من انجيوما لزقة في الاغشية اللي حوالينا العصب العيان دا كان جايب يشتيكي من شك وكد غريبة جد ان الواجع ما بيجولش لو هو نايم اول ما ينام يقولك الرجلية بتشد كده وتنتر وحس بواجع جمد جد لان اجا اقوم الصبح مش عارف اقوم مش عارف تحرك طيب اشعات بتتعمل على المنطقة القطنية والكلام دا كل ما بنش فيها حاجة واخد بار حالاتك وراح لأكتر من دكتور يعني انا شفت المنظر لا اعمل لي بقى فحص على المنطقة الصدرية والقطنية عملنا لقينا دا فوق المنطقة القطنية في نهاية المنطقة الصدرية وضاغط على الحبل الشوكي وضاغط على الاعصاب وهو مسبب بالقلم طبعا دا دا ورم من الاورام الحميدة اللي هي يعني بيبقى محظوظ اللي بيجي له ورم حميد يعني هنا الورم الحميد بيبقى نتائج وافضل بكتير جدا من الاورام التانية او التكييسات حتى اللي هي داخل الحبل الشوكي انا وردك دا ليه دا موجود في السن الصغير يعني دا بنشوفه في سن عشرين خمسة عشرين حتى تلاتين خمسة تلاتين سنة الناس فهمها ان الاورام بتيجي في سن متأخر خمسين وستين وسبعين سنة لا دا الاورام لا لا بتيجي في اي سن وبيجي منها الحميد ومنها غير الحميد وانتشار الاورام النهاردة للأسف بقى كتير اورام بتظهر بشكل غريب يعني يمكن بعد الاصابات الفيروسية وبعد الاصابات مش عارف ايه التلووس التلووسات الموجودة في البيئة في كل حال بلاستيكات بتسبب بقى كل الوباء اللي موجود دا كل لما بيحصل بقى اصابة زي اصابة فقرات عنقية زي الولد اللي كان بيلعب رياضة او البار وقع على رقابته دا اه فقرة بتتكسر بنضطر نعمل ايه نشيل جسم الفقرة نغيره ونركب السيلندر دا انبوبة كده مع دانيم المادة اسمات تايتينيوم وجوها عضم بنجيب عضم سناها نحشره جوها كده علشان تعمل سبيسر واصل الفقرة دي خلاص اتدمرت وجودها معادش هيفيد في اي حاج نبدأ نركب دا ونركب شريحة من هنا ونرجع من وراء نثبت العيام من الخلف كبان يبقى بارجع بارثبته تلت تثبتين من قدام اتنين واحدة جوها العضم نفسه جوها الفقرتين وشريحة امامية طويلة وارجع ثبت من وراء بمصامير وقطبان خلفية كل دا علشان ايه علشان الرقبة بتاعته تبقى مسكة نفسها عشان لما يقعد يذاكر يشتغل يتحرك يقدر يعمل هذا الكلام وراء بيته يعرف يحرك لكن لو الرقبة المكسورة خلاص رقبة خلاص مش هتتحرك تاني وممكن الحركة بتاعتها تعمل اصابة في الحبل الشوكي دا دا لو هو محظوظ والاصابة الاولنية مع وردش الحبل الشوكي احنا بيجينا النهاردة ناس سابوا نفسهم كان عنده كسر صغير جدا في الفقر بس سابوا لفترات سنة سنتين عشر سنين اتكلس الكسر دا وضغط على الحبل الشوكي يعمل ضمور في الحبل الشوكي اول مرة يروح لدكتور يلا عنده ضمور في الحبل الشوكي يبقى حتى انا لما بعمله تدخل النهاردة هشله جسم الفقرة دي يتوركب له حاجة صناعة يوعدل الكلام دا كله الضمور اللي موجود دا عمره ما هيتصالها لان فيه ناس بقى بيبقى مجرد اهو عنده عقيدة يعني حتى في الجراحات التقليدية بتاعتنا في الانزلاق الغضروفي في السيدات وفي الرجال وكده فيه ناس بتبقى تهيلاء ان انا لو عملت العملية النهاردة بكرة هكون خفيت لا الموضوع سوري مش هيبقى كده الموضوع مرتبط بالمدة اللي انت حضرتك قدرتها مريض ما قبل التدخل الجراحي يعني انت لو قاعد بقى لك مثلا شهر عنده غضروف كبير وجينا عملنا بعد شهر طب النتيجة هتبقى بكتير وقوي شهر هتخف وترجع طبيعي لكن لو انت بقى لك عشرين سنة ده فيه ناس بتدي لك ارقام وهمية خمسة وعشرين سنة تلاتين سنة وانا بعاني من اللي انزلاق الغضروفي وكان غضروف واحد بقى اتنين تلاتة اربعة والرقبة جالها كمان غضروفين وجالي تأكل في مفاصل الركب وجالي تأكل في مفصل الحوض كل ده بالتبعية ويجي لك بقى اصلي يعني وتجي تكلمه في عملية هو هدف من العملية ان انا امنع ان يجي يوم بالايام اللي تيك مش عارف ستتحرك او يحصل شل لا ده هو عايز يرجع زي ما كان من خمسين سنة فاته او من اربعين سنة فاته او من تلاتين سنة فاته الانسان زي البيت عمال يتهدي حتى حتى دايما بنقول الناس جملة يعني نصيحة العملية هو حل جميل جدا بعد طبعا لما نكون استوفينا الاسباب العلاجية يعني فيه علاج الاول بالادوية فيه علاج بالعلاج الطبيعي فيه علاج في بعض اللي احنا قولك انبس حزام يساعدك بالنهار لعب الليل او وقت الشغل او وقت ركوب العربية فيه ناس بعض الحالات بتحتاج حاجة زي التردد الحراري زي العلاج بالحقن لو فيه التهبات وكلام منهم لكن لما يبقى فيه عندي غضروف من الدرجة التالتة او الرابعة او الخمسة اللي هي تزحص الفقاري معادش هينفع هنا الحلول العدادي طب فيه ناس بقى يقولك لأ انا بخاف من العملية انا بخاف ده سنه صغير يا دكتور عايز الاصعب بقى من دي بقى لما الكلام ده يجيلك في بانوتا ده لسه هتتجوز ده ما تجوزتش طب واللي ما تجوزتش دي هتفضل بعذابها ده طب لحد بس ما تتجوز العلاقة يا جماعة نفسها الناس فاهمة غلط يعني دي هتعيش ازاي بعد كده ويوم ما تيجي تحمل ما اصلحنا عندنا الحمد لله الجوازي بقى لازم تحمل هتتجوز وتحمل طب هتحمل ازاي اخد بالحرك وهي تقعد تبالبع ادوية وتاخد ادوية يجو له التشوهات ويجو له مشاكل كتيرة جدا وهي ما خفيتش او تتعب بزيادة جدا وهي حامل ونتطر نروح لدكتور نيسا يعمل لها اجهاض ثم بعد كده عشان نعمل او ننزل الجنين او نعمل عملاء وهي حامل اخد بالحرك بكل المخاطر الموجودة والمتاحة يعني الحلول دايما موجودة ولازم نحلها صح ما نمشيش بقى غلط وما نمشيش بدماغنا وما يخوفناش حد يعني احنا دورنا ان احنا نوعي الناس ونفهمهم ما بنجبرش حد انه يعمل عملية او ما يعملش احنا بنشرح لك الحالة تستدعي انت حر فكر بتضمن الحاجات اللي بتصير اعجابي صناع السينما او الدراما الغربيين سواء الامريكان او الاوروبيين ما بيجوا يعملوا فيلم او في مجموعة افلام ده عبر تاريخ السينما الامريكية مثلا تحديدا بيعلموا الناس بشكل ضمني ازاي يتعاملوا مع نصيح الطبية مع الدكتور هتلاقي فيه 99% وتسعة من عشر مية في المية من اي حوار اي سيناريو موجود في اي فيلم هتلاقي الدكتور بيبلغ الاهل المريض سواء الخطة العلاجية او النتيجة بتاعت العلاج او احنا هنعمل ايه او هنسوي ايه وهما ما بيردوش يعني مفيش حوار جدلي والقرارات الجراحية ده احنا لقينا كزا وعملنا كزا خلاص كتر الف خيرك متشكرين جدا اه خلاص لكن هنا وعملت كده ليه وشنته ليه لا او هدحكك اه هدحكك احد قاعد الناس طيبين جدا كنت بعملوا عمليه في ظهره ووجدت في المكالة انه هفتح فيه عارف بيبقى عندهم حاجة زي ايه زي كل كعة كده عامل زي العنب كده لازق في ظهره مغد بالك اسكين تاك كده كده كبيرة مغد بالك قد كده ولازق في ظهره في المكالة اللي انا قلت اكيد البتاع دي كانت زي الوحمة كده اكيد بتاع دي مضايقه جدا وبتاع وهي شي اشلهله وهم اكيد هيشكرون لنا انه شلتانه والله العظيم مش عايز اقولك اللي حصل بعدها شلتها وبقولهم شوفوا البتاع دي طلعناها هيا شلتها ليه ده ديت اللي كان فيها كل الاعصاب بتاع الظهره ده هو ما كانش بيمشل عارف يا الرجل نفسيا ده حاجة بتاع في الجل اه اه زيادة دي جلدية مش عارف اهمش على رجلية يا دكتور بعدها اعادي اكيد لازم تشل دي كان ممكن تلي ورق بمكن طبعا اه وبعدين كمان مش عارف ادخل منها ما هي قد كده اخذ برحلة قاعد يجي شهر ونص مش عارف ادخل على رجلية ليه انت شلتلي البتاع اللي كان فيها مجمل العصاب هو طول عمره مفاهمينه اللي البتاع دي محدش يجن بالي انه مجمل العصاب الترانزيستور بتاع العصاب لا فعلا احنا عندنا كلام صعب طيب تعالى هسمعك هسمعك حاجة هتضحكك اكتر ابو العريف ابو العريف ده ما وجود في السقافة البصرية طيب تعالى سمع نسمع ابو العريف لما يفتي في المخ الأعصاب يا بايشة بقالوا فترة مستموت ورمي كل الشغل علينا كل ما حد يكلمه يقولك مش قادر تحرك يا جماعة عندي الدسك اخر مغلبتي فيه قلتله بقولك ايه ما تاخد اجازة مرضية وتشوف حالك راح ورجع وقال انا هعمل عملية في ظهري بالميكروسكوب انا قلت من الاول الراجل ده بيشتغلنا عشان ما يشتغلش اصلها معروفة الميكروسكوب ده بتاع البطن الواحد لما يبقى عنده مشاكل في المعدة يقولوله هنعملك منظر ايه دخل الميكروسكوب بالدسك مش كده باشا مش الميكروسكوب ده بتاع الستات الحوامل وملوش في الرجالة غير مشاكل المعدة ولا ايه ولسياداتكم جزيل الشكر ده السؤال مبطن بالجهل وده من اسوأ انواع الاسئلة ان هو يروح فرض لك معلومة ويسألك وكأنه مستنكر خلو مكروسكوب يولك مكروسكوب بنعمل لها المفتوح احصر ده جوز اسقافة لا ده انت هتعمل المفتوح ايه انت لما لو عملتها جراحة اللي هي الجراحة العادية المفتوحة بجرح كده طب احنا ما عملنا هالصغيرة ليه طب لو عملتها الصغيرة بجرح صغير هي ده جراحة ما بتنجحش اصلا يعني هو كده كلامه يقولك ما بتنجحش للجراحة العادية اللي بيبعي عشان ان الدكتور يشوف وينظف وينظف يعني يفتح يفتح القصة غريبة جدا فيه جراحة مكروسكوبية ده احدث انواع الجراحات في العمود الفقر ككل وفي المخ والاعصاب خاصة يعني احنا كل شغلنا في المخ او في الشريين بتاعت المخ او في العمود الفقر او في الحبل الشوكي او في العصاب الترافية شغلنا كل بالميكروسكوب الميكروسكوب دي الا ا اداة او الا بتساعدنا ان انا اكبر الصورة اه خمس مرات عشر مرات لحد متمار انا بكبر الصور فبالتالي الاحاجات صغيرة جدا بتبقى اه كبيرة عندي وبشوفها طبعا هي مش مقتصر على الستات ولا حاجة ومالهاش علاقة بالبطن يعني التانية بقى منظر المعدة ده منظر ضوئي كده عشان نشوف قرحة المعدة ده بقى في يعني تكاثر الله يكون في العمودة مخصوصا بيبقى يعني يعني وراه وقته سامينه تلاقي اسئلة وجمل تخلي الدكتور اللي هو ايه تقول المريض يا بني انت حاولتني والله العظيم بتكلم جد في اسئلة وراه بعضها بتتقال تاخد دكتور مش شرق للغرب ده انت عندك في كرسة تانا اسمان ليزر بقى مش الميكروسكوب ميكروسكوب ده في ناس بدأ يتفهموا دولاية يقولك اللي انت لقى دكتور بعض العملية او يجيلك واحد عامل عملية في مكان تاني وتلاقي جرحة دي كده في دوره حقيقي يعني عاملها في قليم وبتاع والله بقى شد عاملها بالليزر تقعد انت بقى يعني هتحاول تفهمه ليزر ايه تعالى بقى اسئلة سريعة وإجابات سريعة تعالى نشوف السؤال السريع الاول باعتقد شهير جدا من يعانوننا من النحافة لا مش هيصابه بمشاكل في العبود الفقري ده صح والله لا لا غلط غلط طبعا اكبر غدريف انا شفتها وشلتها كانت من ناس رفيعين جدا اللي هي الاوزان من ستين كيلو خمسة وخمسين كيلو هو بيبقى عبود الفقري فيه ضعف والاربطة ضعيفة وعمل حركة غلط بقى نط وقع شد شال ما عندوش الباك سابورت بتاعه العضلة مش قوية فالغدروب بتاعها لما بينفجر وبترقع بيخرج كتل قد كبا لا الرفيعين بيجي لهم السؤال التاني اسم اعتقدة بقى نام في السرير وارتاح انت طارك هتزبط ده اعتقد كويس يعني نام في السرير وريح وفر الضهري ويفضل نام على مرتبة ناشفة او مرتبة طبية او حتى فيه ناس فهمة انا بقولك انا مجرد ما نيمت على الارض ومددت دي بترايح ضهر جدا ده حقيق كل ما تبعى الحاجة اللي تحتية مستوية وفر مناشفة شوية بتبعى اريح لكن طبعا هي مش علاج ان انا هفضل نايم من عمر كله لو انا عندي انزلاء غضروفي وضغط على العصب او الحبل الشوكي وبدأ يعمل لي وجع فر الضهري وجع فرجلية تنميل خدلان البول بدأ يسبقني مش عارف اقعد مش عارف اوطي مش عارف اصلي لما بكوح بتعب بنام الكهرباء كل الكلام ده كله مش هيحله ان انا انام انام جزء من العلاج طالما الموضوع بيمشي بالمرحلة العلاجية بس لازم يسبق هذا الكلام رؤية الطبيب وفحص الطبيب للمريض بنفحصه اكلنكال والفحص ده هو اهم حاجة في الموضوع يعني كتير جدا يجي لك ناس تبعاتلك كده رسائل على البرنامج هنا او كده عنده غضروف الفقرة كذا كذا ونعمله ادي له دواء دواء ايه المريض ده لازم يتفحص قوة العصب ضعفه وزنه عنده امراض مصاحبة ولا لا تقلو قد ايه فيها شاشة ولا مفيش شاشة كل ده بيدي لك قرارات طب واحد بقى عدمه كويس وزنه كويس جدا بس عنده مشكلة وده حصلت قريب جدا مع احد الزملاء يعني قرر لمريض هتعمل عملية وجيه من نازل من بلاد من دولة ونازل عشان يعمل عملية فعملوا الاختبار للفحص العادي بتاع الناتشيك اوب جنرال تلقى المريض عنده نوع من امراض الدم بتعمل سيولة رهيبة جدا يعني ده لو دخل العملية هينزف هينزف ويموت لانه عنده نوع زي الهيموفيلية كده عنده نوع مرض والمرض ما قالش طب انت تعرف ان احنا عندنا كتير جدا من المرضى بيخبي عليك بيخبي بأصد التاريخ المرضي لو كان عنده فيروس تي بيخبيه عليك لو كان عنده تاريخ نازل في دم كان بيخبيه عليك لو عنده تاريخ اورام او خد علاك موقع بيخبيه عليك اكتشفها انت بقى وشطرتك فبالتالي لما بيجي الموضوع مبهم كده هو يعني دي الاشعة طب نعمله ايه لأ لازم تفحصه لازم تشاف المريضة انا شفت مرضى وهو بتنت بتسأله عالتاريخ المرضى بيخبي حاجات ما ينفعش تستخبق يعني بيخب عليك حاجات وبيسيبك وبعدين ايه انت لما تكتشفك بالسول وكده اه مانا كان عندي لا مش يقولك لا يقولك انا يوجد الحياة اقول لك كنت بشوفك شاطر وبرافو عليك ان انت كتشفتها مضحك منضحك مناخدها كوميديا قوله لا انا نجحت معك مريك جايلي من سفر طويل جدا ومخب الاشعات برا بعد ما فحصلت له عندك كذا كذا فاشتباه كذا وهنحتاج نعمل الاشعات لا اقول لي بقى الاشعات هيطلع فيها ايه بالزبط ليه يا عم في ايه طب تعمل الاشعات لا انا معايا اشعات بس تقول لي لو عرفت اللي في الاشعات الاول بنعرف عادي ممكن بالتاريب نعرف تاريبيا بس التفاصيل الدقيقة بس ممكن نلاقي بفجأة تانية جول في حاجات بلاص حاجات زيادة يعني انا اعرف ان انت عندك مشكلة ببين الفقرة في الفقرة الاولى والتانية مثلا مثلا لكن قد يكون ينزلقه قد يكون ورق ماذا نقدرش بقى ماذا حادش يعرف لا لا هو ساعات بيحطك انت في اختبار بقى بيختبرك بيختبر زكائك وهو المعي بقى انت عارب هو زكائه طافح يعني زيادة شواء يعني السؤال الاخير سؤال مهم جدا ناس كتير عندها مسكنات القلم دي يعني هم بيربوا تعبين حقيق حقيق كرس ممكن يقرسه في اي لحظة وممكن تبقى أرسمه بس هو أكتر أدوية تصرف في العالم مسكنات القلم ومفيش حد على مستوى العالم كله إلا وبياخد مسكنات قلم ده مش حاجة وعشة مبدئيا لكن ان انا عيش على مسكنات قلم لا ان انا اطور مسكنات القلم الى ما خلاص ما عادش بيجيب معي نتيجة الى مخدرات للعصب او الى حاجات بتسبب ادمان انا بضر المخ وبضر الجهاز العصبي والكيلة والكبد وكلام ده كله ده خطر جدا الحاجة التانية هي مش كل حاجة لا مميزات العيوب طيب ما نعرف او نسأل الدكتور ونقول له ايه انسب دواء لنا مش لازم انت تاخده من نفسك ساعات يقول لك ما كل مساكن لا مش كل مساكن المساكنات عائلات كتيرة جدا في منها اللي يقز الكيلة وفي منها الامن على الكيلة في منها اللي يقز الكابد وفي منها الامن على الكابد في منها اللي ممكن يسبب مشاكل في الدم ويبوز صورة الدم ويوقع كرة الدم كلها وفي نوع ما يعملش هزا الكلام وفي نوع ينفع مع حضرتك وفي نوع ما ينفعش معاك ينفع مع حد تاني وبعدين الادوية ما بتقصن في واحد ده احنا دايما لما بنيجي نعمل الادوية بتبقى كوكتيل كزا حاجة انا بقوم المرض من اكتر من اتجاه اتجاه عام مثلا قد حقا فيتامينات حاجات مقاويات العصاب حاجة موضعية عشان تريح القلم شوية حاجة سيستيماتيك عشان تقلل تهاب العصب حاجة عشان تريح العضلة يعني عندنا سجل كتيرة جدا بس الشطارة بقى انك تختار العلاج المناسب لحضرتك وما تجليش بقى بعد شوية تلاقي وظيفة كيلة كرياتينين بقى تنين اليورية بقى تمانين وتسعين وسكرك عالي جدا وضغطك عالي جدا وخلي بالك معظم المسكنات بتضروا عضلة القلب والناس مش فاهمة ده يعني معظم المسكنات ممكن تؤدي الى هبوط في عضلة القلب وبتسبب في زبحات صدرية طب مريض بيجيلك هو عنده ضغط وعنده قلب وقد قالك او عنده ضيق في الشريين وبتعالج منه وساعات ما يقولكش وانت بتكتب ادوية ومسكنات وخلص او هو كمان ما بيجيلكش هو بيرطلع على الصيدلي ودي نفس الاخوة الصيدلة ما يصرفش ادوية من نفسه قول له هتواصفة هترشدتك انت كدك في الاخر انت هتصرفها الواصفة من الدكتور بقت مسئولية الطبيب ما تبقاش مسئوليتك انت بقلاش نبوز المنظومة العلاجية يعني ده مهم جدا في الاخر انها بتصب في مصلحة المريض نفسه احنا بنأمنهم ولازم كل الشباب الاطباء في الجيل الجديد ده يزاكر كويس جدا عشان يتقن من المجموعات الدوائية المناسبة لإيه بالزبط لانه فيه انتر اكشن في الدواء لو مذاكرتوش حضرتك هتعمل مشاكل ضخمة جدا جدا انتر اكشن يعني تداخل دوائي فيه ادوية لو اتاخدت مع ادوية ما فيش منه مشاكل كبير لكن اجتمع الدوائين دول ده بيسمون انتر اكشن تداخل الدواء ده في الفارما في علم للأسف بيتدرس في الطب في سنة ثالثة طب فلما الوعب بيتخرج عبل ما بيوصل التخرج بيبقى نسي لو حضرتك في الانتياز ما ذاكرتش فارما تاني مش هتبقى دكتور شطر الفارما دي اللي علم فارماكولوجي علم الادوية لازم ايا كان تخصصك ايا كان الطب اللي انت رايح له تجيب كتب الفارما دي وتذاكرها كأنك انت في سنة ثالثة طب دي وصية مهمة جدا لازم تمشو عليها نورت يا فانت مشارف كبير لنا اساسي ضيفي العزيزة القيمة المال كبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديقيهويدي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والجراحات العمود الفقري والأستاذ بكل الطب أسرعين جماعة القاهرة واحد من ميجاستار عالم جراحات المخ والأعصاب كان ضيفي في الدكتور هل يخد ايما مع الدكتوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة